انت كنت في شرم الشيخ في مؤتمر مهم جداً للمسرح. في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. ده شيء جميل جداً. كلمنا عنه. بصراحة هو مهرجان مشرف. انا كنت سامع عنه يعني هم تابعوا لان اللي بتولى مجموعة من الفنين اللي انا باحترمهم يعني. ولكن كان حضوري للمهرجان كان مفاجأة اليه شخصي. ان في مهرجان عندنا في مصر بالقوة دي. مهرجان دولي بمعنى كلمة دولي على فكرة. الله. يعني اللي هو معروف على مستوى العالم ضيوفه ومحكمينه ومشاركينه من جميع نحاء العالم مش من منطقة واحدة يعني. فاعتقد ده نجاح للمهرجان ده واتمنى يبقى فيه يعني اصبط زيادة بقى من الدولة نفسها. يعني يبقى ياخد حقه. هو برعاية وزارة الثقافة. الثقافة طبعاً بتنعها وخاص بالمسرح. خاص بالمسرح وكمان دولي يعني. ومسرح الشباب. وشارم الشيخ. مسرح شباب. وعاز اقولك انه يعني كل مكان له تدعيم اكتر اعتقد هيبقى كمان بيعود على شارم الشيخ. طبعاً. كمكان سياحي بشكل كبير. صحيح. انه كل الضيوف اللي بيجوا دول بيزوروا بيرجوع ينقلوا من اللي شافوه. اه في حرص من الدارة المهرجان على النماظم الديوف الاجانب اللي تاخدوا صور في افضل الاماكن واحسنها في شارم الشيخ. وخلي بالك ده احلى توقيت. يعني احلى توقيت لشارم الشيخ والتوقيت ده تقريباً. اه لا ابدا. وده كان مؤثر جداً على المهرجان. ان التقس ما معثرش على حاجة فيه. كان التقس كويس. خوصاً ان كان فيه مسابقة من المسابقات اللي في المهرجان. مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية. ده كان موجود في الشارع. المسرحيات بتعرض في الشارع. اه انا كنت رئيس لجنة التحكيم المسابقة دي. وكان معايا في اللجنة من امريكا والبانيا دكتور اهدونيس فيليبي. وكان من بيلا روسيا الفنانة والمنتجة كاترينيس على دوفا. ومن مصر الدكتورة الموهوبة مارو عودة. الله على الجمال. مصممين ملابس في مصر حاليا. الله على الجمال. ده يعني انا كمان لفت نظري انك انت معجب بالمهرجان. يعني اكيد انت حضرت مهرجانات كتير في مصر وبره مصر. انك ترجع بالاكسبرينس دي وانك انت مبهور كده وفرحان كده ده اكيد كان شيء مختلف فعل. لا انا فعلا انا ارجعت من انا كنت في هولندا ورجعت على مهرجان الغرداءة اه للسينما ومنها على المهرجان البحرين. رجعت عدت يومين وطلقت على شرم الشيخ. اه. انا انا جايلك بعد انا سواح. اه. اه. انا جايلك بعد لفة طويلة. اه. اصلا المسرح اه محتاجة عناية ورعاية كبيرة جدا. صحيح. والجو اللي عامله بص يا زي الشباب المسرح فن شبابي جدا. حتى لو اللي وقف على المسرح عنده تمانين سنة. هيحس انه شباب. هو بيسر فيه يعني. طاقة. اه. كهربة. اه. كهربة. اه. او طاقة المسرح. اه. اه. او طاقة المسرح. حيما معنا صح. ففيه جو حلو. شباب كتير. اه فرق من كل الدول. اه. السنة دي اه. دي الدورة الرقم كام? دي التاسعة. اه. اه. يعني اه. يعني طبعا حزين ان انا جاي اول مرة احضر في التاسعة. يعني بقيت هي هي التاسعة. بس الحال دول انا رحت. اي. اي. انا عندنا مهرجان اه بالاهمية دي. طبعا رئيس المهرجان اه الفنان زميلنا المخرج مازن الغرباوي. اه. اه. يعني فنان واداري اه. يعني مسير للاعجاب. يعني انا عن نفسي فخور ان احنا عندنا شبابنا كده. يعني اه. يعني قيادة جميلة جدا. ومشرف. وكان محبوب حتى من كل الضيوف اللي جايين المهرجان. فكرك ببدايتك. لان انت بدايتك كانت مصرح. اه. حسيت ان اوحشك المصرح. طبعا. انا مازلت مرتبط بالمصرح. يعني صحيح كان فيه تجربة من سنة. كنت بدأت فيه وعدين يعني عند ازارت في وسط البروفات. اه. بس ده كانت لظروف يعني. اه. لكن يزل المصرح اه شغلني. اه. وليه عاشق. اه لا. وهم او حتى قدرت المهرجان عارفة يعني ان ليه تجربتي المصرح. اه. طبعا. تجربة كبيرة. اه. طبعا. يعني اياتي هي المصرح. انت فيه مصرحيات كمان قدمتها مع احمد ادم. اه. يعني قدمت فيه مجموعة كبيرة من المصرحيات. لا وبس يا ربنا وفقني ان انا التقي بالتلات قمم اللي في المصرح يعني. يعني. يعني بدأت بحساس محمد صبحي. طبعا. وبعدين وزاس جالي الشرقية. جالي الشرقية. طبعا. 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 ربطت على اديهم. كان الاساس الصبحي. والاساس جالي الشرقية. كان ببداية ان انا يعني اخد خطوة للظهور بقى كان على ايدي الاساس جلالي. طيب لو حت ترجع للمصرح مرة تانية. تحب عودتك للمصرح تكون عاملة ازاي? تكون اا يعني يكون العمل تحت عنوان ايه? انا انا ارجع بنص مصري جديد. ولسا كنت بتكلم في ده مع مع المخرج الموهوب محمد جبر. وده كان مكرم. لانه من الوعدين او في في المصرح المصري حالياً فكعالي ما بنتكلم الطولة ليه أنا ما رجعشي المصرح بمصرحية مصرية أنا ليه أفضل قاعد عايش أن أنا قاعد بأيد مسرحيات وأعمل يتعمل لها الشكل المصرحية مصرحية مصرية جديدة حتى غير المصرح المصري يعني بعيدة عن أسات ذاتنا شكل مختلف على اللحفات لازم نكمل نكون في بصمة جديدة اللي هو ليه ما يبقاش فيه إضافة للمصرح أعتقد أن الجيل الجديد ده بما فيهم اللي قابلوهم يقدروا يعملوا ده في المصرح المصرح أنا أتمنى الرجوع بنص مصري تكون كوميدية ولا تكون كوميدية 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 اللي هو سيكون جاهزة توقع عند المشاهد المصري معتمع دائماً على الفكاهة والضحك ولكن لما نقول ده يحكي مش شرط تكون هزل لا مش شرط طبعاً ممكن ده يحكي وجوه مضمون وجوه مضمون لأن الفن أصلاً أو المصرح يتعمل للمتعة صحيح وفي نفس الوقت مع تلاحق الدنيا وظهور المشكلات والمعادلات في الحياة بيبتدى المصرح يبقى له دور صحيح محمد صبحي كمكانيزم خاص جداً في الدحكة هناك محمد صبحي كمكانيزم خاص جداً في الدنيا